ترجمة نانسي قنقر بهذه المناسبة يسعدني وأن أتقدم بالتهنئة الخالصة لشباب المملكة بمناسبة يوم الشباب البحريني والذين أحتفلوا به في الخامس والعشرين من مارس من كل عام إيمانا راسخا وثابتا بدورهم الحيوي في مواصلة مسيرة البناء لنهضة البحرين المتجددة وتقديرا وإعجابا بإسهاماتهم المتميزة في مختلف المجالات وتابع سموه أن الاحتفال بيوم الشباب البحريني يأتي في ظل الفرحة العارمة التي تعم المملكة بذكر اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد في ظل الرؤية الملكية السامية للشباب البحريني والتي تنص على الاهتمام بالشباب ومواصلة تقديم الرعاية لهم والاستثمار في قدرات وطاقات وإبداعات الشباب البحريني وتهيئة الفرص أمامهم ليكونوا قادة المستقبل وأضاف سموه أن المملكة وضعت استراتيجية واضحة المعالم للارتقاء بالشباب البحريني عبر جملة من المبادرات التي وضعتها الحكومة الموقرة برئاسة سموه للعهد رئيسي مجلس الوزراء والتي تهتم بدعم الكوادر الوطنية الشابة وتوليهم مناصب ومسؤوليات عليا ونوه سموه بأهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم السياسات الموجهة للقطاع الشبابي وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد دور السواعد الوطنية الشابة التي أثبتت جدارتها وتمييزها ورفعت اسم مملكة البحرين عبر جملة من الإنجازات المتميزة التي أكدت سلامة النموذج البحريني في تطوير القدرات الشبابية وتسليط الضوء على المنجز منهم على المنجز منهم وأوضح سموه أن مملكة البحرين تبني استراتيجيات لتمكين الشباب في مختلف القطاعات والتي تسعى دائما إلى إسناد أدوار ومهمات حيوية ورئيسية لهم كونهم ذوي كفاءة عالية واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد تصريحه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب الشباب البحريني الذي أثبت بأنه على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والوعي التام بقضاياه المعاصرة آخذا بأسباب الرقي والتقدم وفق رؤية واضحة وهمة قوية للمشاركة في تحديد ملامح المستقبل المشرقي للمملكة والأعمال وفق الرؤية الوطنية التي تساهم في بناء جيل من الشباب البحريني المؤمن في نهضات المملكة